اثار مقترح عضو الكنيسة بيتسلائيل سموت ريتش الذي ينص على تشكيل ما اسمه بلجنة تناقض مصالح من جانب القضاء أزمة حادة داخل الاتلاف الحكومي بعدما أعلن حزب الليكوت تأييده للمقترح مقابل هجوم شديد اللهجة شنه حزب كحولفان ورئيسه بني جانتس هذا ورفضت الهيئة العامة للكنيسة مقترح سموت ريتش بأغلبية 54 مقابل 43 مؤيدا لمشروع القرار إلا أن دعوة رئيس الاتلاف الحكومي ميكي زهر الذي ينتمي لحزب الليكوت بتأييد المقترح أثر أزمة تصريحات سياسية حادة وهاجم نواب حزب كحولفان دعوة الليكوت لتأييد المقترح قائلين أن إقامة لجنة تحقيق ضد القضاء هي بمثابة إعلان حرب على الديمقراطية فيما أكد مسؤولنا في الحزب أن نيتنياهو يجر البلاد لانتخابات جديدة بسبب مصالحه الشخصية الضيقة مضيفين أنهم من المؤسف أن الليكوت قرر محاربة القضاء بدلا من محاربة كورونا ومن جهة أخرى عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نيتنياهو اجتماعا في مكتبه في الكنيسة بمشاركة رئيس الكنيسة ياريف ليفين وزهار ورئيس كتلة يهودة هاتورا موشي غينفني لمراجعة الاتفاق الائتلافي بين نين لكوت وكحولفان وتبين أن الاتفاق لا يتضمن بندن يمنع تشكيل لجنة تحقيق ضد القضاء ترجمة نانسي قنقر